أما هلأ هذه الأولى محطاتنا لليوم ودائما عبر رحلتنا الصباحية بنعرج على التاريخ والحضارة السورية وفي كتير مناطق سياحية جميلة بسوريا رح نحكي اليوم عن ملامح الحضارة الفينيقية لإلى جزء كتير كبير من بلاد الشرام أكيد ونعطي مثال اليوم عن الحضارة الفينيقية عن هذا الإبداع الفينيقي رح نحكي أكتر عن عمرية وكنا بنعرف أنه بلدنا بتصغر بكم هائل من المواقع والآثار الحضارية والتاريخية وكانت عبر العصور منارة تشوع منها الحضارة نحن نروح نحن وإنتم مشاهدينا لنحكي عن جولة سياحية وتاريخية على عمديد وحكاية أول ملعب مع الباحث والدليل السياحي الأستاذ عبد الرزاق حمسي سعيد صباحك أستاذ صباح الخير أهلا وسهلا بحضرتك صباح الخير وصباح المحب سعيد صباحك دائما يمكن معك منصلة النوء على الجانب المشرق من الحضارة السورية والحضارة الفينيقية خلينا نعرج شوي ونحكي عن الحضارة الفينيقية حضارة سوريا كلها مشرقة صحيح من شالك فسحة الجانب المشرق بهذه الظروف لازم نضوي عليها شوي طبعا نحن نحكي عن التاريخ والجانب يشرق بتاريخ سوريا لأنه كمان الحرب عن سوريا هي حرب ثقافية لذلك كمان ضروري نحكي على القيم الثقافية الحلوية اللي كمان بدهم يشوهون لها طبعا الحضارة السورية غنية جدا أنا كنت أحكي على إبلاء وماري وكذا بس في الحضارة الفينيقية اللي هي نقلة المجزات السورية والحضارة السورية للعالم الحضارة الفينيقية بالألف الثاني قبل الميلاد الفينيقيون السوريون يلي طلعوا من عمق الحضارة السورية ما طلعوا من مكان تاني هنين سيطروا على حوض المتوسط بالكامل أوغاريت سيطرت على حوض المتوسط بالكامل وكان فيه 300 مدينة حول المتوسط تحت سيطرة أوغاريت طبعا أغاريت والإنسان الفينيقي يقدم كثير نقل الأبجدية أول الأبجدية نقل شجرة الزيتون لها كانت الموطن الأول لشجرة الزيتون هي إبلاء بسوريا ونقل كمان صناعة السفن وجاب العالم كلية بالسفن ونقل الألعاب الرياضية المنظمة أقدم ملعب بالعالم هو بسوريا جنوب طرطوس عمره 3600 سنة حلق حنحكي بس هي نحكي شوي منجزات الإنسان الفينيقي رائع هلأ سوريا بعدة مراحل سيطرت على طرق التجارة وسيطرت على العالم الألف الثاني أبل ميلاد العالم كانت تحت سيطرة الفينيقي السوري هلأ منعدت بعض المدن أوغاريت حتى طرطوس أرواد أمريد 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 إحنا وصلنا قبل كولومبوس لجنوب الأمريقة بزمن طويل كتير أنا بدي ركز على عمره لأنه كثير بسأل ناس رحوا على طرطوس زرتوا عمره زرتوا أقدم ملعب العام ما زاروه مع أنه بسيارة ثلاث دقائق سبع كيلو متر جنوب طرطوس ما حدا بيزوره لذلك ستركز كثيرا على الملعب وشوهو تاريخ الملعب لأنه كان نحنا كمان للأسف دائما بنسب تاريخنا لغيرنا للأسف ودائما حكينا مع حضرتك يعني في كثير محطات تاريخية مهمة بتاريخ سوريا وتاريخ الفينيقيين وتاريخ العرب نسبة أساسا للغرب هلأ عمريد إن وجدنا فيها كثير أعسار حلوة ستركز أكتر شي على الملعب الملعب بيسع إدعشر ألف متفرج يعني حتى حاليا ملعب إدعشر ألف متفرج هو ملعب ضخم جدا كان عدد سكان عمريد من ألفين سنة قبل الميلان تقريبا خمسة ألاف عنده ملعب إدعشر ألف الملعب طوله مئتين وثلاثين متر عرضه ثلاثين متر بيسع إدعشر ألف متفرج شكله بحرف يو باتجاه الشرق رأس الحرف ومفتوح على البحر كان يمارسوا فيه ألعاب رياضية جارية وعربات وقتال ألعاب كل رياضيين وهدول الألعاب الرياضية الفينيقية منظمة وردت بأرشيف أوغاريت كمان بالألف الثاني قبل الميلان في علماء كثير بحثوا بتاريخ ملعب عمريد للأسف في علماء بسوريا بين سبولة غيرنا بين سبولة اليونان هلأ حبلش بالسكندر الكبير زار سوريا بعام 333 قبل الميلاد وزار عمريد قال لهم هاي المدينة المتكاملة أعجب فيها كثير قال لهم ما بتقربوا عليها نهائيا هلأ عمريد هي أكثر مدينة ضلت على قيد الحياة المدن الفينيقية يعني استمرت حتى للعهد الروماني للقرن الثالث بعد الميلاد يعني من الألف الثاني للقرن الثالث بعد الميلاد لذلك كانت متكاملة لم يوجد بعمريد أي بناء روماني أو يوناني هلأ حشروف بعض العلماء العالم البريطاني بانكوك قال هذا الملعب فيليقي زكية حنى دكتورة زكية حنى سوريا قالت هذا عمره 3600 سنة رينيان فرنسي أكد أنه هذا الملعب فيليقي لأنه ما وجدنا أي شيء روماني أو يوناني عفيف بهنسي القامة الكبيرة كمان أكد أنه فيليقي كثير هلأ أنا بورد عملت بزمان وسائقي لتلفزيون بريطاني وعمل وسائقي للتلفزيونات السورية أثبتنا أنه هذا الملعب فيليقي وعمره 3600 سنة يعني حاجة حاجة كتير يعني أنا بطلع من فترة بأحد التلفزيونات الموطنية طلع واحد أجوه ناس من الجنوب كتير يعني قطعوه من الحجر يعني شيء كمان أعجاز ببناءه كيف قطعوا الحجر بهذاك الوقت من 4000 سنة قطعوه هيك من الحجر ومدرجات ورد هلأ عم يورد بعض اللغتات عن ملعب عمريت عمريت عم فكرة الإسم هو عمريت من عمارة أو عامرة لأنه كان العمارة اللي فيها نهضة عمريت هلأ فيه كتير بيحكوا بأسماء عمريت بس هي عمريت وبعدين عمريت وردت بوسائق مصرية رماتوس ووردت بوسائق أشورية ووردت بوسائق فينيقية يعني هل كل المعلومات هاي وكل هالوسائق وكل هالإثباتات ولسه لحد الآن ما في من شهر طالع واحد كمان عم يسيء لتاريخ عمريت ولتاريخ سوريا وللأسف بالإعلام الوطني هذول لازم يتحاسبوا مثل هذول المسلحين لأن هذول هلأ شوفي الحرب على سوريا هي حرب مركبة اقتصادية وعسكرية وثقافية هي إلى عوامل خارجية طبعا بس كمان في عوامل داخلية هن مجندين من العوامل الخارجية لذلك لازم يتحاسبوا وما ينتركوا فينهم عم يدرسوا الطلاب كمان يعني عم يبنوا أجيال على خرافات وأساطير ما لا علاقة بالوسائق التاريخية الحقيقية لسوريا جمال عمريت مو بس الملعب فيه معبد رائع معبد محفور بالحجر بيمرق منه نهر عمريت فيه ثلاث أرويقة والمزبح بالنص وهذا نمط سوري هذا بيعد للقند الخامس قبل الميلاد يعني تلكم استمرت عمارات وفيه شي اسمه المغازل مقابر برجية المغازل كتير نمط حلو هذا نمط فيه تأثير فارسي ومصري لأنه أحد المغازل رأسه هرام وفيه على أجنبه ليونيس هي عشتار أفوان أو اللبوي اللبوي هي نمط سوري طبعا لأنه سوريين القدماء جسدوا عشتار بلبوي ووجود لبوي هدول المقابر هدول كمان بيعودوا للقند الخامس ميلادي وجدنا توابيت توابيت شكلها بغطاء وجه إنساني هذا نمط مصري في سوريا هلأ شوفي الحضارة المصرية والسورية كتير متقاربة هلأ نحن من الألف الثاني قبل الميلاد لحد الحرب العالمية الأولى كانت إلنا حدود مع مصر هي السيناء يعني فيه كتير تواصل منشوف بمصر شغلات سورية أو فينيقية ومنشوف بسوريا شغلات مصرية يعني فيه تأثير متبادل بين حضارة مصر وحضارة سوريا وحضارة ما بين النهرين الحضارة العراقية يعني مو غريب نلاقي شي تأثير مصري هاي بدي أول كمان اللي أكد رينيان وأتقال كمان إنه الملعب في نيقي في في عالم يوناني عالم يوناني زار سوريا نيكولوس اسمه نيكولوس زار سوريا وقال أصر الحضارة اليونانية من سوريا واعترف إنه الكتابة والألعاب الرياضية وشجرة الزيتون إجلت لليونان عبر الفينيقي من سوريا نحن ملؤول غير هيك يعني دايماً أستاذ عبد الرزا بتحاول نضوي بصباحنا معك على المناطق التراثية والجمالية بمحافظاتنا اليوم كنت عم تحكي حضرتك عن المواقع الأثرية المعابد الموجودة بعمريت يمكن السؤال بيكون إنه إحنا خلال كارست الزلزال اللي مرت على سوريا أكيد سمعنا إنه كان في مواقع أثرية ضررت المباني بما إنه هي قديمة وحضرتك ذكرت أنه اليوم كمان المعبد أو الملعب بيعود للقدم هل أسرع لي هون شيء الزلزال أم لا؟ تم الكشف من السلامة منشآت التاريخية بعمريت لم تتضرر بس هي منشآت تاريخية بعمريت بحاجة لتوظيف سياحي صحيح الآن التوظيف السياحي يبدأ بالإعلام صحيح أنهم صليت الضوء أنت المعظم من المناطق الأساسية ساويت وسائقي لتلفزيون بريطاني ورغم أنهم جبت له كتير وسائق بأدة لغات أثبت له أنه هذا الملعب في نيقي نهاية التقرير سواوين عرض سبع مرات بتلفزيون بريطانيا وعمل ضجة كتير كبيرة يعني حتى التفاعل أنه فشلون هذا الشعال الأنبية يعني ما بتم رؤى الأقدم ملعب بالعالم هذا التأثير منها بعد نهاية التقرير حكا الجملة أثرت فيه بعد ما مدح الملعب وصفاته واللي كنت عم بحكيها هلا لك يعني منسي هلا كتير بتطلع في أعشاب ما بيقوموا بعدين ما في لوحات دلالة في أعشاب عالية يعني ما فيه المعبد خطر زيارته لأنه فيه حجار مقطوعة هيك لأطفال إذا مرؤوا لازم نحط له سور يعني بده توظيف سياحي هو الترميم والتوظيف وخطر الجولة هاي المادة اللي كنت درسها إدارة مواقع تراثية ما موظفه بشكل لائق ولوحات تعرف بتاريخه حتى ممكن إنساي مهرجانات بقلب الملعب مهرجانات رياضية بعدين أي فعالية رياضية ضخمة تصير بسوريا تربط بملعب عمريكي هذا اللي بنحكي عنه يعني أنا ليش لازم نسلط الضوء عليه لأنه جداً مهم اليوم لما نحكي العديد من المناطق الحضارية التراسية اللي بتحكي عن الحضارة والثقافة السورية منسية لما نحكي عمريت يعني أنا قم بدي زيارته ومناطق كتير الأعشاب هي أساساً مبطاية نص الأثار الموجودة كيف فينا فعلياً نستثمرها مثل ما قالت بالمهرجانات هذا على عاطق وزارة الثقافة بالتشاركية مع مديرية السياحة الموزعة بالمحافظات للعناية فيهم طبعاً تدعم الاقتصاد الوطني نوعاً ما من خلال يعني فينا نبدأ من المنطقة ذاتها مش عم نقول بالمحافظات هلأ بيقول لنا البنزين غالي والتكلفة غالية نحن عم نحكي مثلاً تعريف بكل المحافظة بأهل منطقتها بالأثار الموجودة فيها لأنه مثل ما قالت فيه مناطق تاريخية هائلة جميلة في سوريا حتى السياحة الداخلية كثير ويروحوا على طرطوس ما بيعرفون يزوروا أقدم ملعب العالم خدوا أطفالكم بعدين فيه متحف صغير بطرطوس هو الكنيسة السيدة محاولينه لمتحف ممنظم كثيراً بس فيه مقدنيات كثير حلوية خاصة ذات التوابيت بأشكال إنسانية شكل إنساني موجودة عرفوهنا على حضارتهم عرفوهنا على حضارتهم يعني عن ما قالوا يخذوا الأطفال خلال رحلات مدرسية صحيحة يعني ما فيها وقت هلأ مشان البنزين لا تقول رحلات مدرسية مسافة ثلاث دقيقة بالسيارة مكلفة هي بس حتى لما نقول الرحلات مدرسية هي على عاطق وزارة التربية وزارة الثقافة وزارة السراحة هي حلقة تكاملية وتشاركية عم نحكي عنا اليوم يعني حتى في من فترة تلعوا عن التوظيف السياحي العامري نشوفت تقريب الإخبار حكوا على المعبات حكوا على المغازز ما حكوا عن ملعب شو سباب هون منسي المنع ملعب منسي يعني بأعتقد فيه شيء أصد عن غير أصد هلأ في هذا كتاب مجموعة من اليونانيين ألفوه عن حضارة سوريا هذا تقلق في 2005 ويعيد طباعته وتعديله في 2017 أثناء الحرب وعملوا فعالية ضخمة بأسنا للتعريف بحضارة سوريا عن شو بيحكي الكتاب الأفكار؟ عن حضارة الفينيقية وأن أصل الحضارة بالعالم هي الفينيقية وهدول اليونان اليونان عندهم ملعب عمره 800 سنة قبل الميلاد نحنا 1600 قبل الميلاد يعني أخضم بـ 800 سنة ما ترفين أنه نحن هنين لكننا نحن نترفين هناك الكثير صور جميلة لكن هذه صورة الأبجدية الأبجدية هي ليست أخضم كتابة نحن أخضم كتابة عنها لا نرفعها شوية لك يبين عليك أيها تمام ما هي قصة الأبجدية؟ كمان في خلط عند الناس هي ليست أخضم كتابة أخضم كتابة بسوريا عشرة آلاف سنة بعدين اتطورت بإبلا وأصاروا الكتابة المسمارية التي كانوا يستخدمون ألفين رمز الإنسان فينيقي شو سوا بدل ألفين رمز لأن ألفين رمز صعب لأيسان يتعلمون ثلاثين رمز فقط ومنه اشتقت كل لغات العالم كل أبجديات العالم لأنه حتى هي لحلنا عليها أنا أعجبني هذا الكتاب موسوريم ألف ويونان مجموعة من اليونين وتمجزم الحضارة السورية وهي أصل الحضارات بالعالم ونحن نتنكر لحضارتنا بعد الأبجديات تبق أعرضها كل أبجدياتефينيجية خرجت من أبجدياتفينيقية المعاربي، أريبي، اليوناني أخترت لحضارات أمري كل أبجدياتbijما اشتقت من أبجدياتفينيجية الحضارات الفينيجية وهي حضارة عريقة. وسوريا هي أصل الحضارات بلكم كلهم. خلقة الحضارات هون. مو بس مهد الحضارات. خلقة الحضارات هون. في معي وقت لسا لنكتي كمان. أكيد أكيد. أديش السؤال. في داعي. لذلك الفينيقي كتير أنا بحكي فيهم. حتى التماثيل الفينيقية. آلهة عشتار. وفي أرشيف كمان بأوغاريت. في شغلة كتير كمان مهمة لأتذكرتها. إبلا. لغة إبلا. واللغة الفينيقية. بعدين الأرامية والسريانية. بإبلا وجدنا ألف ومئتين كلمة وجملة. مستخدمة بالفينيقي. ومستخدمة بالأرامي. ومستخدمة بالسرياني. فإذا أصل اللغة العربية هي من إبلا والفينيقي نشرة كمان. يعني قدمنا للعرب نحن اللغة العربية. يعني مو بس قلب العروبة. يعني أذكي طلب العروبة. كل سوريا وكل مدن سوريا. وبعدة مراحل سوريا. أنا ذكرت أنه سيطرت على طرق التجارة بالعالم. صحيح. كنا أهم من واشنطن. في ذاك الوقت. وأنا سبقت أني حكيت أنه نحن وقت يكون عنا فرط خوة كانت بسوريا. ما كنا نستخدمها لتدمير الآخرين أو تدمير حضارات. بالعكس نحن نقلنا حضارات للعالم. عمرنا روما. لذلك في معالم بروما عمرها السوري. مثل العمودة ريشان والمسرح والحمامات والجسر. أكيد. يعني بالخطام شكرا كثير لك الباحث والدليل السياحي لأستاذ عبد الرزاق الحمصي على كل المعلومات المهمة عن منطقة عمريد. شكرا لك. شكرا لكم. والله يديم المحبة. وللمرة الثالثة والرابعة. شكرا لكم مستمرون. شكرا لك. يعطيك ألف عافية أستاذ. ودائما معك بمر الوقت بصرة على المناطق رجعان الحضارة والثقافة السورية. شكرا كثير لك. شكرا كثير.